الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسية رأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر في أعمال القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز وذلك في العاصمة الأغندية كامبالا وأوضحت وزارة الخارجية أن القمة ستعقد اليوم وعلى مدر يومين في كامبالا على ضوء رئاسة أغندا للحركة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 لفتة إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 120 دولة في فعليتها وأضافت الخارجية أن جدول أعمال الوزير شكري سيتضمن إلقاء كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي بالإضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نذرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الرهنة أفدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف نفذته طائرات ومدفعية قوات الاحتلال على مدينة خان يونس ونقلت وفع مصادر محلية أن أربعة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال على المنطقة الغربية في مدينة خان يونس ووصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل بالمدينة كما استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة بعدة غارات وبقصف مدفعي قال عضو المجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز أن بلاده متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وأشار إلى أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين وتعامل مع الكارثة الإنسانية قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراقي أن أنظمة دفاعية أسقطت طائرة مسيرة مسلحة فوق مطار أربيل بشمال العراق حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية أخرى وقال الجهاز الأمني في بيان إن طائرة مسيرة مسلحة أطلقتها جماعة خارجة عن القانون على مطار أربيل وتم إسقاطها قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقت صاروخين باليسيين مضضين للسفن على ناقلة مملوكة للولايات المتحدة ووقع في المياه بالقرب من السفينة دون وقوع إصابات أو أضرار ووقعت تلك الحادثة التي تعتبر الأحدث وسط التوترات في البحر الأحمر في حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت جرنانش قال أو أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا في جنوب أسيا وأسيا الوسطى وذلك ردا على سؤال تلقاه عن الدربات المتبدلة بين إيران وباكستان في الأيام الأخيرة وقال كيربي إن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب التوتر بين البلدين الذي تفاقم بشكل خطير هذا الأسبوع وأضاف أن إيران وباكستان بلدان مدج جانب السلاح مشتدا على أن بلاده لا تريد أن تشهد تصعيدا أعلن حلف شمال الأطلسية أمس أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ الحرب الباردة لمشاركة 90 ألف عسكري وعلى مدى أشهر على خلفية الأزمة في أوكرانيا وصرح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسية في أوروبا الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف في بروكسل بأن تدريب المدافع الصامت سيستمر حتى أواخر مايو ويشمل وحدات من كل الدول الأعضاء الإحدى والثلاثين والدولة المرشحة السويد وأضاف أنه سيكون دليلا واضحا على وحدة الصف وقوة الحلف وتصميم أعضائه على حماية بعضهم البعض ورياضيان تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الغاني بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية ثنائية المنتخب الوطنية جاءت عن طريق كل من عمر مرموش ومصطفى محمد فيما سجل محمد قدوس هدفي غانا بهذا التعادل رفع منتخب مصر الرصيدة إلى نقطتين في المركز الثاني بينما أصبح رصيد غانا نقطة واحدة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن موزنبيق صاحبة المركز الرابع